السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السيشن جديده هو البروتين ميتابلوزم هنكمل الانديبيدول أمينو أسد ميتابلوزم نتكلم في السيشن دي عن الميتابلوزم أوف بيزيك أمينو أسد هنبدأ بأول أمينو أسد اللي هو الهيستيدان اتفاقنا عشان اذاكر اي أمينو أسد كويس وقوموا ذاكروا كويس وفهموا كويس مفهود اعرف في كذا ما النقطة الاولانية الاستنشالي لا هو الهيستيدان ولا هو أسنشال ولا هو أسنشال ولا هو أسنشال الهيستيدان is a semi-essential يعني ايه كلمة semi-essential يعني بيتصنع في جسمي يلا بيتصنعش في جسمي لا هو الهيستيدان بيتصنع في جسمي بس بيتصنع في جسمي بكميات قليلة enough for adult الناس الكبار خلاص مش محتاجينو بس لو احنا بنتكلم عن growing children أو جسمي بيتبني هيبقى محتاج كميات كبيرة من البروتين الكميات اللي هتتصنع في جسمي من الهيستيدان هيبقى كفاية يبقى الهيستيدان is a semi-essential amino acid in a small amount enough for adults but not enough for growing children يعني لما يبقى الطفل بيانموش هيبقى انف من الزباب الكميات التي تصنع في جسمي لو قلنا ايضا انه ادلت وتعرض لأي دزيزه في مرحات convalescence from diseases يعني انه هو في مرحات الاستشفاء او التعافي هيبقى فيها tissue regeneration هيبقى محتاج كبير هيبقى كميات الهيستيدان اللي هتتصنع في جسمي مش كفاية النقطة الثانية اللي قلنا مفروض نغطيها هي الزباب الهيستيدان is a glycogenic amino acid كل الأمية الأسسة اللي احنا قلناهم until now is glycogenic amino acid ومعنى glycogenic انه هيبقى هيبقى غلوكوز هيبقى غلوكوز ازاي؟ هيبقى غلوكوز عن طريق انه هيبقى alpha keto glotarate والالفا keto glotarate is an intermediate in groups cycle هيبقى هزاي انا رسمها بالفورمولا لو حضرتك مش بطلوب من حضرتك الفورمولا مش مشكلة لكن انا رسمها بالفورمولا علشان انا متجا حتة في النص كده هنتكلم عنها دي الفورمولا بتاعت الهيستيدين الرينج بتاعت الهيستيدين اسمها midazole ring الرينج دي اسمها midazole ring وماسك هنا في الالنان يعني كأنه الالنان بزبط مسكتنا في midazole ring عشان كده هتلاقوا ان في ناس بتقول على الهيستيدين هتيروا صيكليك اميلو اسد لان انا لو الرينج بتاعته تبقى في نايل اللي هي البنزين ring هسميه aromatic اميلو اسد لكن لما تبقى الرينج بتاعته رينج غير البنزين رينج هسميه heterocyclic اميلو اسد فالهيستيدين ممكن اقول عليه فهي basic لانه زي راحنا شايفين في اتنين نايتروجين غير الاميلو جروب فهو في اكسترا اميلو جروب فهو بالتالي مش في اميلو جروب واحدة فهو basic بس في نفس الوقت السايكل بتاعته دي مش بنزيل ring مش ارماتيك رينج هي اميدازول ring الهيستيدين بالهيستيدينيس فقصروا فقصروا هشين منه امونيا وده احنا برضو قلناه في الميثود ودي كانت سبيشيال ميثود دي كانت من الميثود السبيشيال ميثود فور دي امينايشن لما شين منه الامونيا فهيتحول لحاجة اسمها يورو كوني تعمل بين الاثنين دول دول من البوند فهيتحول لحاجة اسمها يورو كونيت او يورو كونيك أسد اليورو كونيك أسد هتديه الميه هدخل الميت ازاي اتش هنا و اتش هنا و او هنا انا هفك الدول بوند دي تبقى اتش هنا و اتش هنا وهنا دول بوند او فدي لما هعدها هتبقى دي 1 2 3 4 يعني الاميدازول ring دي بعدها من هنا 1 2 3 4 يبقى دي 4 اميدازولون عشان بقى فيها الثيتون غروب دي اميدازولون 5 بقى propionate يبقى 4 اميدازولون اميدازول ring دي بقى اميدازول عادية عن طريقه انا ضفت كيتون غروب عند كاربون 4 وبعدين عند كاربون 5 ضفت البروبيونيك أسد او البروبيونيك أسد او البروبيونيك أسد او يبقى ثاني اول حاجة الهيستيدين هشتغل عليه بالهيستيدينيس تبقى الهيستيدينيس فهيتحول من الهيستيدين الى يورو كونيك هعمل دبل بوند من الكاربونتول يورو كونيك أسد اشتغل علينا هدخله مية بانزاي اسمه يورو كونيس فهدخل HHO فهتبقى دي اربعة اميدازولون خمسة بروبيونيك برضو بالاربعة اميدازولون خمسة بروبيونيك هكسرها وهدخله مية تاني بس هكسرها ايه هنا هكسر دي هكسر الرنجلس فهتعرف كده من COH CH2 دي كاربون CH2 بديني COH CH2 ثم كاربونت CH وبعدين دي دي COOH هذا خلط مية وبعدين همسك هنه وهي دي خلط مية وهي ده جلوتوميك أسد ده كده COH, CH2, CH2, CHNH2 COH ده البلوتاميك أسد بس ماسك في ال N يعني عندنا ال N ماسك في CH double bond NH CH double bond NH دي بسميها فورمينو جروب يبقى إيه الفورمينو جروب دي كربونا مسكة مع الأمينو عن طريق double bond فاسمها فورمينو جروب والفورمينو جروب دي مسكة في البلوتاميك أسد عن طريق الأمينو جروب بتاعها فاسميها N فورمينو جلوتاميت اسمها إيه؟ اسمها N فورمينو جلوتاميت طب أنا عايز أجيب الجلوتاميت لوحده عشان أجيب منه الألفا كيتو جلوتاريت بتاع الكريبس عشان أجيب منه جلوكوز طب أشيل الفورمينو جروب إزاي؟ أشيل الفورمينو جروب والفورمينو جروب قلنا عبارة عن CH double bond NH إن هي One Carbon Moiety وانتفقنا مين اللي بيشيل One Carbon Moiety؟ الفوليك أسد الأكتر فورم الفوليك أسد هو التتراهايدرو فوليت فأنا فعلا هشيل الفورمينو جروب على التتراهايدرو فوليت وبالتالي هسيب الجلوتاميت من غير الفورمينو فهيتحول من أني فورمينو جلوتاميت إلى جلوتاميت بعد كده برختك بقى هيتمنل ألفا كيتو جلوتاريت عن طريق الترانساميناشن وبعد كده تتراكيب من البلوكوس يبعتين زي الهستيدين غلوكوجينيك اللي بلديني ألفا كيتو جلوتاريت الترميديا بمناف door, نكمل من البلوكوجينيك بخبيدة فالفورمينو جروب ستتشاهد على التتراهيدروفوليت وبالتالي يتحول الانفرمينو جروب الى جلوتاميت الالفا كيتو جلوتاميت قبل ما نكمل في الاحتمال لم أمريكا فورمينو جروب الى جلويتاميت فالفورمينو جروب الى جلوتاميت وفي نفس الوقت الانفرمينو جلوتاميت يزيد ايه و ينزل في اليورين و لما يبقى موجود ان فورميمين و جلوتاميت في اليورين ده معنى ايه؟ معنى ان رعيان ده عنده فوليك أسد دفشت ان فورميمين و جلوتاميت اختصاره في جلو اختصاره في جلو ده فورميمين جلوتاميت فلما الفيجلو اختصاره في اليورين ده معنى ان انا امتين فوليك أسد دفشتينسي يبقى احنا فهمنا ليه عندي فوليك أسد دفشتينسي حشان كدر فوليك أسد و ليس معرفشه الفورميمين يكون من على الغلوتاميت هيزيد الفورميمين يبقى اخلصنا اول نقطتين قلنا نهو سيمييسنشب و قلنا هون بلوجوجينك حشان بيضيني الامورتانس الامورتانس عندي ثلاث مؤقت مهمين اول مؤقت طبعا احنا اتبقنا ولا برضو ان اي اما انا ممكن اقول الاجتماعاته اضافة الفيت وهنا هي بقى او جنك وانه يدخل سهلا اول حاجات اللي بره نو تتميه النقطة الاولان هي لو انا اشلت الارضان من الهستهي دينا عم بتنيه دي كاربوكسيلايشي تني دينه هستامين وطبعا الهستامين ايضا نورو ترانسميتر وفازو ديليتور هستامين ايضا نورو ترانسميتور وفازو ديليتور تاني حاجة لو انا زودت هنا فيتا الانين حطيت هنا فيتا الانين على نستبين هتحول لحاجه اسمها كارنوزين وبعد كدا لو ضفت عليه هنا سوري هنا حطيت نيثاين جروب وبعدين جيت هنا تحطيت نيثاين جروب ايجيب الميثاين جروب يليه مين الاكتف ميثايل دونر سان اس اديموزاين متايرو لما ماشين من عن ميثاين مين ميثاين جروب بيتحول الى ساه اساه ده سادينوزايل هومو سيستاين الميثاينين يتحول الى هومو سيستاين لما اضيف الميثاين القروب على النيتروجين فهيتحول من كارنوزين الى أنزلي الآن يضيف الميثاين السام diabetic هدينج في كارنوزين الميثاين ماالولين حلوه الميثاين الميثاين وكانت تحول الكارنوزين الى أنزرين ايه اللي هم لازمتهم ايه بقى الكارنوزين والأنزرين اللي انت عملتوا لكيههم دول الكارنوزين والأنزرين دولي مصر بفورس دولي بفورس في المصر علشان يمنعوا الاسيدوجس و الكاليوجس لبعهم ما فيهم قمان يرجوك كتير قبل ده غير ما فيهم برضو كالبوكسلين كروبسيتي يبقى اول مقطة اللي لو شرت من الكارنوزين دوليكساعة تحوله الى هستامين اللي بيستنين بطلسو داوليتو و نورو ترانسمتر نقطة تالية ان انا لو جيت على البستيدين وضفت هنا على انت تحاول حدث من الكارنوزين لو جيت على الكارنوزين وعمل ترغميثيوليشن ضف ترغميثيوليشن على السام تتحول السام الى سام ويتحول من كارنوزين الى أنزرين وكارنوزين وأنزرين دولي مصر بفورس الحاجة التالتة ان انا لو جيت هنا قطيت ثايول جروب وهي الشجورب وبعدين جيت على الاملين جروب دي وضفت ثلاثة مصر جروب و بنقول على الثلاثة مصر جروب بتايين ثلاثة مصر جروب اسمها بتايين كده يبقى انا ضفت له فيول اللي هو يسميه الفايول أو البيتايين اللي هو ايه بتايين دا بتايين دا اللي هو ثلاثة مصر دا على بعضه اللي هو اننا مضيف عليه صيب هنا مضيف هنا ثلاثة مصر بحول الهستيدين لحاجة اسمها Ergothymine دا anti-oxidant يمي جدا في الاربسيز في ال liver and even in seed تمام؟ دا اول واحد من في الت بايزي ان نوي هؤوسين لانه اصابت بتايين خوب المغاربة لغير الناس فيت المغاربة العاجين بيهتيني الفا كيتو بلوترات بعدا كده قلنا في النقطة بتاعة الفيت بطاعته دي ما ننسيش إنه لو عندي الفيجلو في النقطة الثالثة الأمورتنسي أو أيّ مستقب�� تطوير الت جديد من الإصحابة أو أيّ مست trainer أو الإضافية الإصحابة مع استحمل مع استحمل استحمل مع ان الشgenes من خصوص ثم تم بالتطوير Woodyجنون أن نشاء نشاء حقابها ولكن ما Auto soluى إختانيين إنهم لنا نوع من هذه النتيات أي cuentه من العلاجين نعلم على شكرا